كل ما تشاهد هو مصنع صناع لك والحقيقة خلاف ذلك أيها الإخوة الأكارم الأصل في بيت المسلم في أسرته أن يكون هناك مودة ورحمة والمودة في اللغة العربية هي غاية الحب أعلى درجة في الحب هي المودة أكثر عمر الإنسان في أسرته يعيش في المودة وفي الجزء الأخير يعيش في الرحمة عندما تكبر سنه يصبح الزوج وتصبح الزوجة بحاجة كل واحد منهما للآخر إلى الرحمة في الخدمة ما الذي جرى في هذه الأيام في بيوت المسلمين كثرت المشاكل الزوجية ربما وصلت في بعض أحيانها إلى انهيار الأسرة درجات الطلاق وحالات الطلاق لا تكاد أن تصدق بيقول لك الواحد إذا كان بس ما بيجي إلا مخالعات يعني هذا بيسمون ملح السوء يعني كل يوم أي يوم لا كل ثلاثة أيام كل أسبوع تجي مخالعة وهذا يدل على فشل كبير في منظومة الأسرة قل الوفاق وانهار صرح الأسرة لأدفه الأسباب لأننا لم نتبع تعاليم الدين الحنيف ولم نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان زوجا وكيف كان نبيته يبنى على الحب والود متى يسر من الوقت سأعطيكم وأنصح نفسي قبل أن أنصحكم بما فيه الخير حتى نعيد للبيوت ألقها والشباب اللي لسه ما تزوجوا فليسمعوا هذه النصائح عما قريب يكبر اليافع والشاب ويصبح زوجا وهذه التعاليم وهذه الكلمات وهذه الأحاديث وهذه الآيات ليجعلها نبراسة وإذا كان الإنسان متزوج فليصلح منهار في بيتك إذا تعطل شيء تسارع لإصلاحه والآن فلنسارع إلى إصلاح منهار منهار في بيوتنا من صرح الأسرة أيها الإخوة الكرام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبنى على الحب الحب والإنسان إذا كان لا يحب لا يستطيع أن يبقى مع شريكه أنت إنسان تسافر معه إذا كنت لا تحبه لا تنام معه في نفس الغرفة والله ولو ذهبت إلى حج بيت الله عز وجل قال لك أخي أنا أنام لوحتي أنام في الصالون ولا أريد هذا الشخص فكيف بإنسان شريك الزوج والزوجة يجب أن يكون هناك حب وود اسمع ماذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لك الآن يخرجون الأفلام التي فيها رومانسية فيها ود وحب وانظر إلى الحب والود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من حبه بعائشة يناديها بأحب الأسماء إليها تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش وهذه مداعبة وود وحنان يعني يصح من الرجل أن يخاطب زوجته أن يطلق عليها من اسمها ما فيه ود وحب لم يقل لها يا عائشة اختصر شوي يا عائش هذا جبريل شوفوا كمان الكلام يقرئك السلام عم يبلغها سلام سيدنا جبريل عليه السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته رواه البخاري أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد غضاضة في أن يعبر لزوجته عن الحب هنا في ناس يفكر أنه كبرياء أنا عندي حب ولكن يعني الرجول لا تسمح لا اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن العاص وما أدراك ما عمر دهية العرب دهية العرب قال عائشة قبل أي أحد قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم أي قال عمر قلت ثم أي قال عثمان قلت ثم أي قال علي حتى سكت وقلت ليتني لم أسأله لكن المقصود هو الشطر الأول من أحب الناس إليك عندما كان هذا الود والحب لم تكن مشاكل لا أدري أي أخوة الأكارم إن كان يحق لي أن أقول على المنبر نسأل كل واحد من أحب الناس إليك هل ربما تقول أبوك وأمك نبي عليه الصلاة والسلام أبو أمك كانوا منتقلين هل إذا كانوا موجودين هدو الرقم واحد هل عندك في قلبك هوى لغير زوجتك إن كان هذا موجود فهذا خلل لا ندري إن كان في جوالك تكتب أبو فلان وأبو فلان وهناك من تهواها من النساء إن كان هذا موجود فهذا خلل ولا أريد أن أتابع في هذا الموضوع لأنه يؤلم القلب أيها الإخوة الكرام حب حب باقي حتى الممات هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن حبه إنه ما بتغير ولا يتبدل عن عيشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليهون علي إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة اللي عم يريحني أنني أنبئت من الملأ الأعلى أنك زوجتي في الجنة هل تفكر صدقا وعدلا قال لي رجل قال لي إذا زوجتي معي في الجنة ما بدي فوت الجنة الله يهدي الله يهدي هل يعني هذا بغض أم أنه لا يريد أن يصاحبها في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وتتغير الموازين ولا يخطر على قلب بشر أيها الإخوة الكرام لما كانوا هكذا يعيشون ياذا الحب والود خمسين سنة ورب جيل وشافوا أحفاد وكانت هيك ما الذي يجري في هذه الأيام ماذا المخطط الفيسبوكي ماذا المخطط اليوتيوبي الذي أتى إلى العالم فدخل بين الأسر خرب الدماغ عند الرجال وعند النساء صارت هذه تهوى وهذا يهوى وصار لا يميل إلى زوجته وزوجته لا تميل إليه وكله خراب وفساد وليس في حقيقة دائما تسمعون عني واسمعوها واذكرها دائما كل ما تشاهد هو مصنع صناعة لك والحقيقة خلاف ذلك كل ما تشاهده من فن وطرب ورياضة وحب وغرام ما هو حقيقة تلاقي الفنانين عم يطلقوا والرياضيين والمشاهير عم يتفرقوا لكن الحقيقة نكبرنا للي ابن الستين والسبعين والثمانين عاشوا حياة الكفاح والجهاد وربوا أولادهم ورأوا أحفادهم صحيح أن الحياة مطلوب منها أن يكون ود وحب ولكن مرت عليهم ظروف لكن كان هناك عقل وكان هناك صبر أيها الإخوة الأكارم أول شيء الحب في حب إني رزقت حبها صلى الله عليه وسلم ستنعائشة كانت تساوي منغصات من ألكم كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي نساء هذا الجيل وهذا الزمان وتغضب تقول أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يطول باله يصبر يقول وفي شك أنت يا أم عبد الله صلى الله على معلم الناس الخير أيها الإخوة الكرام بعد الحب معنى ينبعث منه وهو الرفق الرفق يعني لين الجانب الكلمة الطيبة بالقول وبالفعل الرفق هو زينة البيوت وزينة القلوب وزينة الأخلاق تقول عائشة سبحان الله الله طول بعمر السيدة عائشة بعد النبي عليه الصلاة والسلام نصقر إلا نيف عاشت سبع وأرعين سنة بعد رسول الله من شاء نتعلم الجيل أجيال التي أتت من الصحابة والتابعين علمتهم ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الآن نتعلم لأنه هي كانت أقرب الناس إلى رسول الله تروي فتقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط ولم رأة له قط إلى الذين عندهم جرعة زائدة في الرجولة والكبرياء ويضربون أزواجهم وربما ظلم أقول لهم أن الرجل لا يضرب مرأة فكيف بأم أولادك بل لا يصرخ في وجهها ومن يحرم الذفق يحرم الخير كله انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك ما رسول الله محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين تقول ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر في حجر إحدانة يعني على على ركبتها وقت الظهيرة لا في مكيف والدنيا صيف فيتلو القرآن وإحدانا حائض قاعد يتحبب إليها ربما لم عندما تكون المرأة حائض يعني يتا أنف الرجل النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتحبب هل فعلت ذلك أين أنسوك هل أنسوك عندما تجلس في وحدك في خلل في منظومة الناس هذه الأيام منظومة الرجال ومنظومة النساء معد وجد الحب في الطرف الآخر هذا الذي يعني يأتي ويوراسلك أيها الزوج وهي أنثى إنما تخبب عليك أسرتك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يتحبب مع أنه هدول يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة تزوج امرأة واحدة لأنهم كل كانوا فوق الأربعين والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجهم وهو فوق سن الخمسين أو ثلاثة وخمسين والرجل إذا كبر فوق الخمسين ليس له رغبة في النساء كما يكون الشاب لكن النبي عليه الصلاة والسلام بإذن من الله من أجل أن يلتم شمل الدعوة إلى الله عز وجل شوفوا شلو كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام هل جربتها كذا تجلس هل رأى أولادك أنس ولا الكلمة الآسية ما عليش والكلمة اللادعة وربما الكلمة الفاحشة لذلك بتعلموا بتعلموا الأولاد وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه حب ورفق لطف ثلاثة كل واحد باشا الإنسان كل واحد له منصب كل واحد هذا قاض وذاك محامل وذاك رجل اقتصاد ولكن أنت لما بتصل على البيت أنت أب أب أذكر صديق لي الله يرحم والده والده كان عميد في الجيش قال لي أبي مجننة تقول له خير إن شاء الله قال لي بيجي على البيت يعني بده يعمل يعني رتبة عسكرية قال لي والله يوم من الأيام طعمانة رز يعني من غير أن هذا الرز دائما بنقه إذا كان فيه شيء من البحص قال لي لطعميكم رز ببحصه لماذا أنت أب أنت أب يجب أن تكون ذو حنان وذو شفقة نبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه يذهب للغزو ومعه جيش معه الصحابة نبي عليه الصلاة والسلام قال له للصحابة اتقدموا شوي روحوا روحوا أنا لا أكون معه السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بينهم في الغزو خير إن شاء الله شوفي يعني يبدو أن هناك مشروع النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين زوجته من أجل أن يسابقها وتسابقه يمكن زعلانة يمكن قال لا تسابقي خل الجيش كله يقدم 200-300 متر قال وكنت جارية ولم يكن علي لحم قال فتسابقنا فسبقته الواحد أول أيام قال يشوفوا الشباب قبل ما يتزوجوا يكونوا هذول يسمون وزن الريشة متى ما الإنسان يتزوج وهذه الأيام أيام السيارات وقلة الحركة ما عد في حركة قال الواحد عمره 90 سنة يروح على الشغل 80 سنة يروح على الشغل روحوا ماشي ويرجعوا ماشي قال لا ما يتحرك إذا أتى إلى صلاة الجمعة يصف السيارة على باب المسجد قال له قرب 20 متر ولا ما فيه مروة كانوا حركة وبركة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث سنين أربعة سنين خمس سنين يعني قال تسابقي بنفس الموقف وفيه جيش طب النبي عليه الصلاة والسلام وهو حبيب رب العالمين ومنزل عليه الوحي دعوه يفوت بهال المسابقات قال فتسابقنا قال فسبقني النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك تذكري هل جربت أن تأخذ زوجتك هيك مشوار خاص شي يومين أعرف شخصا كريما من أصدقائي يقوم بهذا العمل وأعجبني قال لي كل سنة إلنا أسبوع نذهب أنا وزوجتي بدون أولاد تقول له قدي صر لك قال لي نحن عرسان لكن صر لنا 25 سنة ما أجمل هذا الكلام إذا كانت مثل هذه المعطيات موجودة صدقوني ما بتلاقي خيانات لا سمح الله ولا بتلاقي تفتت أسري هذا يحتاج إلى العقل الكبير وصاحب العقل الكبير إنما إنما هو الزوج أيها الإخوة الكرام إنها المشاعر الصادقة التي تخرج من قلب يريد أن يعلم الناس الناس الخير انظروا إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن تواضع النبي مع أهل بيته ستنعائشة يعني قد يتزوج الإنسان ابن الخمسة وعشرين ابن سبطعش ابن سبطعش هذه الأساب يعني مش تدعودها حتى صارت امرأة ما زالت تهوى يعني من ثلاثة أربع سنين كانت عم تلعب تلعب مع أقرانها تقول السيدة عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حجرته شو الحجرة يعني الغرفة يعني الواحد ما عنده أكثر من غرفة اللي عنده غرفة يشكر الله اللي ساتر نفسه بغرفة وبيتك غرفتين غرفة إلك غرفة لأولادك شكور الله من أمسى منكم آمنا في سربه معافا في بدنيه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها إذا كنت معافا هذه الغرفة سواء كانت أجر أو ملك لأنه الملك لله عز وجل ما لك نايم بالطريق شوفوا الذين الآن قضوا في الأعاصير وفي الزلازل أيها الأخوة الكرام لمح البصر مين بسد هلأ قرأت قبل ما أخرج على يعني اطلع المنبر إذا عشر ألف وستمائة شهيد دفنوا هؤلاء من درنا هدول دفنوا وعم يقولوا أنه 13 ألف مفقود لسه ما بيعارفوا صاروا خمسة وعشرين ألف كلمح البصر وليبيا يعني مترامية الأطراف يمكن أكثر بلد عربي كل ستة كيلومتر يعني حسب الجغرافيا كل ستة كيلومتر فيه شخص واحد ليبيا أكبر من مصر مصر فيها مئة وعشرين مليون ليبيا فيها ستة مليون سبحان الله كيف أتى أمر الله عز وجل فلدتب إلى الله عز وجل عدين بغرفه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب الحبشة كان يعني مثل سرك جايين نعم يعملوا هيك يعملوا بالحراب ويصيبوا أي شي بدأت يتفرج النبي عليه عليه الصلاة والسلام من تواضعه قال والنبي أنت أنت تحب أن تأخذ وأن تلعب وأن تأخذ وأن تأخذ تركه حتى ينبسط هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حق وَلَبْنِ وَلَا كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن في أكل لا تحبها في المرأة يوم من الأيام يعني لم تستطع القيام بالواجبات كان إذا غضب على عائشة شو شتمها ألا إلحق بأهلك شتم والديها كما يفعل بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب على عائشة وضع يده على منك بيها هذا ود قال اللهم اغفر لها غنبها وأذهب غيظ قلبها وأعذها من مضلات الفتن اللهم اغفر لها ذنبها شو الدعا هذا اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب غيظ قلوب الغيظ شدد الغضب شعم يشعل دواء لا الحق معك صدق ما ينفع مع المرأة إلا أن تقول الحق معك إلا الحق معك عشر مرات بذوب كل كل شيء وأنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كانت صفية صفية زوجة النبي عليه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان ذلك يومها يعني حصتها فأبطأت في المسير يعني سبحان الله من الشهام أن الرجل يستنى زوجته باري حكيت لهم في الدرس إذا أنت بدك تجي تاخد زوجتك على طبيب النسائية أو طبيبة النسائية طبيب أو طبيبة الأسنان أو على موعد نصيحتي إذا كان الموعد تجي أنت مثلا تاخدها ساعة تنتين الظهر إلا أنا إن شاء الله ساعة واحدة ونص الموعد وعود بالسيارة استناها ولو نص فساعة وأنت تقرأ القرآن أول شيء تؤجر لين المرأة تحتاج إلى جهد ووقت ساعة يعني بتذكر الطبخة وساعة بتدور يعني على يعني جوالها وساعة تتفقد غرض ما بتلاقيه من أجل أن لا تتعذب يا سيدي إذا مون الصاعة خليك واقعي واجعلهم خمسة عشر دقيقة فسحة من أجل أن تعيشون في الود والمحبة كيفية التعاطي في إدارة الأزمات هذا جزء من بناء الأسرة قال فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم زهر ما عم يمشي الجمل فاستقبلها رسول الله يعني شافها بده يوجه لكلمة وإذ هي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء هاي السيارة معم تشد فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكنها بتسدو أنه تلتة أربع المشاكل اللي بتصير بين الزوج والزوجة هي في محور هذه القصة استنيتها وما ننزلت وبدأ نروح لبيت أهلي وهي بدأت نروح لبيت أهلا وضيعت لي وقتي وأتيت من الشغل وأنتم تعرفون أيها الإخوة الكرام إذا كنا ناشحين في بيوتنا ننجح في كل شيء في الحياة عن أنسين رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة حفصة بن سيدنا عمر قالت لصفية بنت يهودي لأن سيدنا صفية إنما هي حقيقة والدها يهودي وأسلمت بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر النساء فيما بينهم أنت أبوك يهودي وأميك يهودية فجعلت تبكي فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وما أكثر الحالات التي يدخل الزوج على زوجته وإلا أختك حكت علي وأمك حكت علي ومدري مين زعلتني انظر كيف تحل المشكلة والمعضلة فقال لها ما شأنك فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودي كانوا فيها شيء من الشتيمة فقال صلى الله عليه وسلم انظر إلى الحكمة إنك لبنت نبي وإن تحتك لنبي اني زوجك مين نبي انت بنت نبي سيدنا موسى ينسبون إلى سيدنا موسى وإن تحتك لنبي فبما تفتخرك فبما تفتخر عليك ثم قال لمن لحفصة اتق الله يا حفصة شوف كلمة اتق الله ما في كلمة بتجرح كمان للطرف الثاني أيها الإخوة الكرام أسعد الناس هو الذي يكون سعيدا في بيته مش بيقول يا أساة شو من نصليح لنصليح الوضع كله تعبان أنا لا أستطيع في خطبة الجمعة أن أصلح كل شيء ولكن أعطيك المفتاح مفتاح البيت متى ما أخذنا المفتاح ما بنحسن نفوت والطبيب متى ما أتى إليه المريض أنت قاعد ببيتك ودكتور بيشخص لك على التليفون ما في مشي الحال المسلمون أو المسلمين هيك مش كلتون قاعدين ببيوتون لا يأتون إلا يوم الجمعة وبدون يعيشوا حياة الإسلام حياة الإسلام العلم بالتعلم بدك تجثوا على الركب وتأتي إلى المسجد وتتعلم تعلم من فتح الباري في شرح صحيح البخاري هذا الكتاب كتاب الإمام البخاري هذا يعطيك خلاصة خلاصة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمعون هذه الدروس التي نلقيها في المسجد فجر الثلاثاء والأربعاء والخميس تعلم حضرتك شف لي أنت بس على العداد تبع الموبايل كم أنت استخدمت اليوتيوب والفيسبوك سبع اثمان ساعات كل يوم كم ساعة من الله تستخدم العلم في ما لا ينفع اجعل هذه تشهد لك يوم القيامة أنك قرأت وشاهدت ما ينفع اللهم إنا نسألك علما نافعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع هكذا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ود وحب ووفاق وتواضع وكان يحسن في حل المعضلات اللهم اجعل علينا بيوتنا جنة الدنيا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله